السلام عليكم ورحمة الله المحاضرة اللي فاتت خذينا unit commitment على واحدتين خذينا في البداية الconcept متع unit commitment وليش هي مهمة وبعدين خذينا مثال على two units اليوم إن شاء الله هذا illustrative examples two illustrative examples على three units يعني عندنا هذا example على three units وهذين الاثنين يعني illustrative فقط يعني لا تتوقع أننا مثلا في الامتحان نجيب لك مسألة three units لأنا three units بروحها تبينها واجد حيث أنك انت تحلها على وطاعة أنك انت تريد ترفعها وهكذا وattachment كم تريد تاخذ attachment كده كثيرة جداً فبالتالي سيكون امتحانك طبعاً خلاص بالنسبة الجزئية هذه في المتر ماهيش داخلة داخلة في final إن شاء الله ولكن يعني anyway هتكون ايش هناخذ في الاعتبار الوقت وهكذا بحيث أني نجيب لك two units بخصوص المحاضرة هذه قد يأتي منها زي ما قلت لك قد يأتي منها علل قد يأتي منها حاجة بطريقة غير مباشرة فضروري أنت تحذرها واذكرها كويس ضروري ذكرها كويس تمام؟ عندنا نحنا three units كأكسامبل اليونت الأولى المنموم والمكسام متاحة مية وخمسين وستمية ميجاوات وعضونا الا earnings ال heat rate الا dividends الا اغلاق coast想 ولكن الا 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 ميجا بيتيو لكل أور باعتبار أنه بعدها عضاك الـPrice متاع الميجا بيتيو لكل أور بير ميجا بيتيو هنا الـ H1 اللي هي equivalent to C1 say C1 510 زائد 7.2P1 زائد 0.00142P1 سكوير هذي لو تبي أنت تجيبها لو تبي جيبها كمعادلة Fuel Cost Equation تضربها في الـ Cost بتاع الـ Unit أو الـ Cost بتاع الـ Fuel بتاع الـ Unit اللي هي ممكن بالروبل هنا مش عارف العلامة هذه علامة currency ثانية ممكن تخليها دولار تعادي يعني مش مهم currency في حد ذاتها وإنما الـ Concept اللي أنت تتعلمه فممكن هنا يقصد الروبل أو ممكن عملة ثانية ولكن إيش؟ ولكن هي عملة نقدية هنا تجي تضرب فيه الـ Cost 1 في الـ H1 حتى تعطيك معادلة الـ Cost اللي هي C1 هنا معادلة هذه تقدر بيقول لنا معادلة استهلاك الوقود بير أور بالميجا بي تي يو بير أور وكذلك بالنسبة للـ Unit الثانية والثالثة هنا الـ Unit هذين بيعملهم Unit commitment على لود 550 ميجا وات على لود بيمة 550 ميجا وات الـ عندنا هنا طبعا نجرب جميع الاحتمالات بيسكلي off 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 طلع عندنا الاحتمال الأقل تكلفة هو الاحتمال هذا اللي هو 5000 طلع أقل total cost 5389 الاحتمال الأول حيكون infeasible لأنه مستحيل يكون انكن هنقف الاحتمال الثاني حيكون برضو infeasible لأن شنو؟ لأن الـ Unit الثالثة هي اللي تكون الوحيدة شغالة واللي المكسيموم متاحة لا يصل إلى 550 ميجا وات المكسيموم متاحة 200 فبالتالي هذا infeasible يعني غير مجدي الحل هذا الاحتمال الثالث برضو حتى هو infeasible لأن المكسيموم مساحة 400 ميجا وات والحمل والحمل 550 ميجا وات الاحتمال الثالث اللي هو off on المكسيموم جنرائشن جماع المكسيموم والتانية والمكسيموم التالتة والمكسيموم التالتة والميناموم جنرائشن خضاء الميناموم متاع متاع وحدة فيهن يعني متاع اللي هو ها الميناموم متاع اليونت 1 تمام فبالتالي هنا طلع عندنا حل وهو عادي فيزبل ولكن طلع على الكوست قيمتها 5418 الاحتمال الثالث اللي هو on off off احتمال الاسف الواحد اتناتا اربعة خمسة الخامس on off off برضو المكسيموم جنرائشن ستمية والميناموم اللي هو عند البرودلاين بتاع اقصى اقل فيهن اقصى اقل فيهن هايقعد هنا عندنا 150 ميجاوات مش 50 هايقعد عندنا هايقعد عندنا الكوست اللي هي اقل كوست طلعت 5389 وجرب كذلك بقية الاحتمالات ونفس الشيء طلع عندها الاقل كوست اللي هي 5389 هنا لما يقد عندنا load curve daily load curve تقدر انت تنسق مثلا تعمل shutdown rule لعملية اليونتس هذين بمعنى ان كنت مثلا تقول ان الحمل من 550 ميجاوات لعن 600 ميجاوات تشتغل فيه اليونت الاولى فقط بعد من 600 لعند الالف تشتغل فيه اليونت الاولى مثلا والتانية مثلا وبعدها لو ان اعلى من هيك هتشتغل فيه اليونت الاولى والتانية والتالتة فبالتالي ايش هيجد عندك shutdown rule مباشرة تكون واضحة للoperators بحيث انه خلاص الحمل بين هنا دخل الوحدة تجين الحمل كذا دخل الوحدة تجين وهكذا طبعا عندنا الحمل لو انه هو بشكل هذا من various ما بين 1200 إلى 500 من 4 pm إلى 4 pm إلى 24 حول فحيكون عندنا التوليد بالشكل هذا دخل الوحدة دخل الوحدة تجرب جميع الوحدة The results of applying this technique are given in table 5.2 طبعا عندنا ال table اللي هو هذا بالنسبة لي الوحدة لما كان 1200 طلعا عند الoptimum combination ان كل هن يكون انشغلات بعد ما جرب جميع الاحتمالات وهكذا مثلا عند ال 1100 طلعا عند الoptimum combination ان كل هن يكون ان ايش يعني مثلا لو أن أخذت ال 서울 Obrigado الليل و الثانية و الثالثة If هذين مجموح الله الاف اقل من اقل من الاد وكذلك ماذا لو خذت اليونت الثانية والثالثة والأولى اف برض اقل من الاد لخذت اليونت الثالثة والأولى برضوا اقل من الاد المك سمتح اقتالي من الاد فبالتالي مافيش اي فايزيبل كومبينيشن هيكون بناته الا انما يكون كلها حتى تعرفها باي انسبيكشن هذه مش لازم تاخذ تواجرق بالجميع الاحتمالات بعدها بدأ يطلع عندنا عند الـ 500 حتكون اليونة الأولى on off off عند الـ 550 on off off لعند الـ 600 وهي on off off برضو اليونة الأولى هي اللي كفيلة بيهن بعدها بدأ الـ Combination هنا اللي هو من 650 لعند الـ 1000 on off اللي هو اليونة الأولى on واليونة الثانية on واليونة الثالثة off كيف هلين زيابين زي ما قلنا نحن نجرب جميع الفيزبل كومبينيشن عضاها الشتداون رول بالشكل هذا عند البيز هتقعد اليونت الأولى عند البيك هنا اليونت الثانية والثالثة فممكن أنك انت يعني لو عندك مثلاً الاريتي of generations والله مثلاً اليونت الأولى والثانية والثالثة مش كيف الكوستوكويتين اللي عضيت الكم هذين مثلاً على حسب الأنواع مثلاً عضيتك قلت لك اليونت الأولى نيوكلير واليونت الثانية واليونت الثالثة هل توزيحها بالشكل هذا فيزبل لو أن اليونت الأولى نيوكلير والثانية كول والثالثة غاس نعم ممتاز صح توزيحها فيزبل لأن النيوكلير تكون ثابتة على البيز أفضل ما تكون في جهة البيك لأنها تحتاج أن تغير القدرة وأنها تغير قدرتها بالفليكسبيلاتي هذه بينما اليونت الثانية كول في الانترميديت قاعدة كويس لو أنها تقدر هي عندها كابابيلتي عندها كاباسيتي وكابابيلتي أنها تغير الأقطة متاحة بالقوة هذه كلها وبالفليكسبيلاتي هذه كلها اليونت الثالثة ممكن تكون قاس حيث أن البيك هذا يتغير بسرعة أكبر من الانترميديت فبالتالي الفضل أنها تكون قاس على الرغم أن الكون حتى هي تقدر عليه تقدر الضمة يعني ما فيش مشكلة فزي ما قلت لك منتوا أن اليونت مشكلة لا تخضع فقط للرياضيات الاعتيادية بتاعت الكوست إكويجنس وهذين وإنما تخذ على العديد من العوامل اللي أنت مفروض تخذهم في الاعتبار من الناحية العملية لو جينا نحن أخذينا على طبعا زي ما قلنا نحن أن الاسبنينغ ريسيرف يعرف على أساس أنه هو الاحتياطي في التوليد وفيه مننا نوعين احتياطي أوفلاين اللي هنا البورو بلانت اللي ممكن نجيبهن بسرعة إلى الشبكة كيف الديزل والأويل وهذين و أونلاين ريسيرف إنه هو عبارة عن بواحد التوليد connected مع النتوارك وفيها already reserved تقدر تغطيه في أي لحظة هنا لو جينا نحن خذينا مثال هذا مثال هذا illustrative يعني حاجة conclusion بس تطلع به مثلا عندنا هنا الوسترن ريجن منطقة الغربية والإسترن ريجن المنطقة الشرقية المنطقة الغربية في عندها يونتس 1, 2, and 3 والمنطقة الشرقية عندها يونتس 4, and 5 بناتهم تاي لاين ترانزميشن لاين المكسيما الممتعة اللي يقدر يعطيه in either direction in either direction هكي والله هكي 550 ميجاوات what can we say about allocation of spinning reserve of the system طبعا عندنا نحن الحمل الكلي to be committed اللي هو 390 ميجاوات مثلا هنا بالنسبة للوسترن ريجن أعطاك اليونتس متعاتها هذين أداتها متاحها وهذا اليونت كباسي متاع كل واحدة فيهن لاحظا أن الكباسي متاحة عالية والأوتبوت وحدة الكباسي تمتاحة ألف وتسعمية الأوتبوت معناها الـ spinning reserve متاحة هذي كم مية وهذه مثلا 800 الكباسي تمتاحة وهي تعطي فيه 420 في اللحظة الحالية معناها الـ reserve متاحة 380 ميجاوات الـ المتاحة الحمل اللي قاعد في المنطقة الأولى أو المنطقة اللي موجودة في الـ وسترن ريجن 1740 ميجاوات الـ spinning reserve 1380-380 بالنسبة للـ Eastern region الكباسي متاع الرابعة 1200 وتولد في 1040 كباسة متاحة عالية ولكن الـ spinning reserve متاحة قليل اللي هو 160 ميجاوات ما فيهاش reserve واجد اليونت الخامسة 600 وتعطي 310 الـ reserve متاحة 290 ففيه reserve وامور تمام هنا الـ original load الأولى original load متاحة 1900 وoriginal load متاحة 1190 بالنسبة للـ interchange أو التبادل اللي يسير على الخط القدرة هذا الـ الـ western region تاخذ في 160 ميجاوات من الـ western region بمعنى أن هذا يعتبر حمل إضافي على الـ original load متاحة هذا حمل إضافي على الـ original load متاحة ولذلك هي تولد في 1350 ما تولدش في 1190 على الـ original load متاحة بس بل تولد في 1190 والـ tie-line power اللي هي 160 ميجاوات بينما هذه original generation متاحة فقط 1740 على الرغم من أن الحمل الـ original بتاحها 1900 لأنه جيها دعم من الـ اللي موجودة في الـ western region وهنا عندي totals ولكن أفضل عندنا نحن مثلا بالنسبة للـ unit commitment problem أو بالنسبة للـ spinning reserve spinning reserve مش بس أن يكون عندنا reserve بس وقاعدين بس ننظروا لبن نفترضوا أن خسرنا واحدة من الـ units هذينا ونحن نبنغطو الـ reserve عن طريق بقية الـ units اللي خلط نفترضوا أن نحن خسرنا unit معينة ونبنغطو الـ reserve عن طريق بقية الـ units الموجودة في الشبكة تمام لأننا نحن قلنا مثلا على سبيل المثال خسرنا الـ unit هذ مباشرة فولت جاء وأخرج الـ unit هذي اللي هي الكبسة بتاحها 1000 والـ output بتاحها 900 فعندنا نحن سبيلنغ ريسيرف هنا 380 380 300 و300 عندنا يبقى هذا كله على بعضه 760 ميجاوات 760 ميجاوات مش كافية أنهني غطا 900 760 ميجاوات وهنا لو عندنا 160 دخلات نقدر نغطي به الـ reserve بالزايد هذيقعد هنا مثلا تغطي هنا تخلي تاخذ من الـ reserve هذا 370 370 هيكون عندك 740 زائد 160 هتغطي به العجز اللي يصار عندك لو أنك خسرت الـ unit 1 تمام نجو تولي الـ eastern region لو أنه نحن خسرنا unit 4 هنا لو أنه نحن خسرنا unit 4 مع خسارة unit 4 الـ reserve الموجود عندي في الـ unit الخامسة 190 مش كافي نظر أنه نجلب الـ reserve اللي قاعد في الـ western region كله الـ reserve اللي قاعد في الـ western region كله ألف آسف 100 زائد 380 زائد 380 860 برضو مش كافي وحتى لو قلنا أنه هو كافي الماكسيموم اللي يشيل فيه الـ line 550 فمش هيكون الـ line secured في الحالة هذه بل مش هيقدر يشيل هن أصلا فبالتالي خسارة الـ unit الأولى في الـ western region تقدر تعمل ريكافري ولكن خسارة الـ unit 4 في الـ eastern region ما تقدرش تعمل ريكافري وحتخسر السيستم بالكامل فبالتالي تحتاج أنك أنت تعمل إيش أنك أنت تزيد عدد الـ units في الـ generation هذا أو تكبر الـ tie line power هذي تكبرها شوية الـ tie line power هذي تكبر الـ transmission system هذا تضيف برا الـ transmission line أو تكون enough units هنا أنك أنت تتخلي unit سادسة هنا في حالة خسارة الـ unit الرابعة بالذات أنا أخذت لك مثال من خسارة unit في الجهة الغربية وخسارة unit في الجهة الشرقية وقلنا أننا الجهة الشرقية ضعيفة جدا لو لا وجود الـ unit 4 هذي خلاص مع خسارتها هتخسر ممكن هتخسر الـ eastern region بالكامل يعني على الرغم من وجود تايلين ووجود ريسيرف هنا ولكن على الرغم من أنه يعني حتى لو افترضنا أنه كافي هنا 310 أو آسف 290 وهنا كم هذينا 860 معنا صح تقدر تغطيه العجز ممكن تقدر تغطيه شوية اللي هو 1040 ولكن إيش ولكن مع الأسف السبب الحقيقي هو أن تايلين باور ما يشيل لكش الرسيرف هذا كله التايلين باور تشيل 550 بس ولو جبت 550 ماكسموم بالكامل 550 زائد 290 اللي هو الرسيرف هذا مش هيغطي العجز اللي هو 1040 مع خسارة اليونتر رابح فبالتالي هذا بس تخطيط سريع للعملية الـ رسيرف وكيف تعمل اللوكيشن بحيث أن يكون عادل ما بين المناطق سواء and offline reserve ولا online reserve the data of figure خمسة نين are given in table 5-3 with exception of unit 4 the loss of any unit on this system can be covered by the spinning reserve on the remaining units unit 4 represents a problem however if unit 4 were to be lost and unit 5 were to be run on its maximum of 600 megawatt the eastern region would still need 590 megawatt to cover the load in that region the 590 megawatt would have to be transmitted over the timelines of the western region which can easily supply 590 megawatt from its reserve however the tie line capacity of only 550 megawatt limits the transfer therefore the loss of unit 4 cannot be covered even though the entire system has sufficient reserve the only solution of this problem is to commit more units or to commit enough units to operate on the external region this is for the unit commitment and I will turn the field of question or the question of the question is any questions about what this is going to to ask any questions هل يوجد أي سؤال؟ شكراً شكراً برك الله فيكم بعد ذلك كم أنتو بخصوص المحاضرات الجاية حنددخلوا إن شاء الله في موضوع الالكترسيتي ماركتس أسواق الطاقة انفضل إنكم أنتو تذكر موضوع اليونت كميتمنت هذا ضروري الذاكرة don't rely on the recording الذاكرة وتكون interacting معي في حالة أنك أنت فهمت لأن ال recording مرات ما يجاوبش على جميع الأسئلة بتاعك هو محاضرة عضيتها وافترضت أنك أنت فاهد فبالتالي ضروري أنت تذكرها وتقول لي أنت شنو شنو عندك أنت من مشاكل أو مثلاً حاجة معينة مش فهمها أو something like that بخصوص الهمارك اللي هو عضيت على اليونت كميتمنت أمت تسليمه؟ دكتور بي 16-12 كتبت عليه هكي أنا يوم 16 أنا مش عارف لحظة بس لحظة خلوكم معي بعد ذلك كم لحظة بس نعم يوم 16-12 تسليمه لا تذكر أنك أنت تسلمه شكراً لإسقائكم وبركة الله فيكم ويعطيكم الله العافية باركة الله فيكم شكراً في أمان الله شكراً